تبارجع إلى الأخ الذي يسأل عن أنه يزكي زكاة مال ولديه من مال هذا هو الصواب وهذا هو الحق وقد فعل خيرا في ذلك هو على المعاش يقول بأن ابنته طالبة في الجامعة وهو يجهزها وتحتاج إلى شيء من المال فيسأل هل أخذ من مال أخيها لها وليس ماله أقول بارك الله فيك يجب عليك إن كنت قادرا أن توفي حاجة ابنتك إن كنت قادرا ونقول لهذا لماذا لأن بعض الناس يتوسع أكثر من اللازم يعني قد يكفي مثلا عشرين أو ثلاثين أو أربعين لا يصرف مئة ويتوسع فإن كان الأمر يمكن أن يلم في حدود محدودة وأنت قادر على ذلك فالحمد لله إن لم تكن قادر فلا حرج أن تأخذ من زكاة أخيك تعلم من زكاة ابنك وتعلمه يعني تعطيه لأخته لأن الحقيقة الأخ لا يجب عليه أن ينفق على أخته ويجوز له أن يتصدق عليها ولكن يعني الإنسان لا يكون هذا أمر ربما لمسته من أناس ويسألون عنه لا يكون الإنسان عنده طمع زائد فيأخذ شيئا كثيرا من المال ويبدأ يعني يضعه في حاجات غير ضرورية أو ضرورية ولكن يمكن الاستغناء عنها بشيء أقل منها ولكن وجد فرصة من شيخ قال له ما فيش مانع أن أنت تستفيد من هذا المال يعني بعطر زيحنا من يقول كما يحب أو كما يشاء يعني الأمور يجب أن تضبط فلا حرج أن تأخذ شيئا من زكاة ابنك لأخته في حدود يعني مقبولة أو معقولة حتى أيضا لا تؤثر على بعض أو بقية الفقراء وحتى لا يكون في النفس يعني حظ للميلي إلى أكل أو التوسع في أخذ هذا المال والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين